كولر طلب راحل ربيع والشحات لا طلب ان هو يكون فيه يعني مهلة عشان يقيم الموقف بشكل نهائي بشأن هذين اللاعبين لان هو بيميل في السيرتباك ان هو يقدر يحضر كويس يقدر يشتغل كرة على الارض كويس ويكمل من تحت كويس هو دي وجهت نظر عشان كده طلب مهلة مع ياسر إبراهيم اذا كان يقدر يقوم بالدور ده او يبقى عنده قناع به بشكل اكبر ولا حسين الشحات شاف ان هو محتاج تركيز اكتر خاصة ان انت بقى عندك زحبة في الحتة دي بقى عندك كريم فوقت تم توظيفه حتى لو لقى بكريت اكرم طفين موجوده محمد هاني عندك اجنحة بقيمة طهر محمد طهر وبرسي تاو وساعات سافي ممكن يلعب جناح وحامل عبد قادر ممكن لقى ناحة اليمين فبيشوف الموقف ايه وبيقيمه لكن هم عقدهم الاتنين ينتهي على ما اعتقد نهاية المسلم الجاري او المسلم الحالي هنشوف بقى ايه اللي هيحصل والراجل سايب كل حد ويكمل وانا ما يكملش مثلا اعتقدش ان الربيعة يكون محطروح للرحيل او كده بعد الاصابات لا اقول عادة وانتقل نهاية المسلم قولش ان هو رحيل لان وجود ربيعة مهم لان انت بتحتاج بدايل في المركز ذا وشوفنا دلوقتي يعني دلوقتي عب منا معامل عملية وهيرجب عد شهر متولي اصيب فانت هتحتاج بدايل وحتاج لعيبة بقوة رمي ربيعة في الدفاع لعيب قوي وفي المباراة الافريقية واعتقدش ان الدوري المصري فيه اقوى من رمي ربيعة او فيه عناصر اقوى من رمي ربيعة فانت ليه اللي خليك تجيب لعب محترف لعبه في الدفاع التاني وتخسر لعب محترف في الشق اليجوم يفيدك اكتر طب لو رمي ربيعة نفسه هو اللي عايز يمشي ما اعتقدش لو كان عايز يمشي كان ماشي من قبل كده لو كان جاله اقوى قبل كده جاله قبل كده السنة اللي فاتت اكتر من عرض لا اعتقدش يعني هو وجوده في الاهل مهم خاصة ان هو من كبات الفريق برصة يعني رمي ربيعة بقاله فترة طويلة